هايدي لرمت و عبايتت هايدي تتعلم وتعمل هايدي مخت اينو اوسبلدون السكشين يعني هايدي تقوم بتكوين أو تأهيل مهني كطباخة أو طاهية اينو اوسبلدون مختن يعني القيام بتكوين أو تأهيل مهني دي اوسبلدون دي كشين وهي الطاهية أو الطباخة دير كوخ وهو الطاهي أو الطباخ هي تعمل ايضا في محل بيع الكتب دير بوخ لادن وهو محل بيع الكتب دير لادن يعني محل أو متجر ألس فركويفرين يعني كبائعة دي فركويفرين وهي البائعة دير فركويفة هو البائع عبايتن in plus datif als يعني العمل في مكان ما اش عبايتن in aina schule als leera انا اعمل في مدرسة كمعلم زي عبايتت in aina krankenhaus als krankenschwestra هي تعمل في مستشفى كممرضة أم جلد تفردين لكسب أو جني المال داس جلد هو المال فردين يعني كسب أو جنا جلد فردين كسب أو جني المال ييدن مونات هاتزيفيل تسوتون لديها الكثير لتفعله كل شهر ييدن مونات يعني كل شهر عندما تريد أن تعبر كل شهر معين يحدث شيء ما تستخدم ييدن كل شهر شتمبر يبدأ العام الدراسي الجديد يعني كل شهر يوليو نسافر أن يكون عند المرء الكثير ليفعله لأنها يجب عليها أن تعمل وتتعلم موس في آخر الجملة لأن عندنا فيل عندما نستخدم الرابط فيل تعني لأن يكون الفعل في آخر الجملة الفعل المصرف موس هو الفعل موسن من الأفعال المساعدة هو فعل غير منتظم يجب علي أن أذهب للطبيب لأنني مريض في نهاية الأسبوع مسموح لها بالخروج مع الأصدقاء فعل معناه خرجة دارف هو الفعل دورفن من الأفعال المساعدة هو فعل غير منتظم نستخدمه لكي نعبر أن شيئا ما مسموح به أو غير مسموح به غير مسموح لكم بالتدخين هنا هل مسموح لي اليوم ساء بمشاهدة التلفاز؟ لقد سمح والديها بذلك لها الفعل يعني سمح هو فعل بلوس داتيف و بلوس أكوزاتيف كذلك الشخص المسموح له بفعل شيئ ما هو الذي يكون في الداتيف يعني أنا أسمح لك بقراءة الكتاب يعني هايدي تستطيع بشكل جيد ركوب الخيل غايتن يعني ركوب الخيل كان هو الفعل كونن من الأفعال المساعدة هو فعل غير منتظم من بين استخداماته هو الاستطاع أو القدرة على فعل شيئ ما في هذا المثال هايدي تستطيع أو عندها مهارة الركوب على الخيل يعني أنا أستطيع الطبخ بشكل جيد أنا هنا أعبر عن مهارتي أو موهبتي في الطبخ أنا أستطيع الطبخ بشكل جيد لكنها لا تستطيع السباحة ليست عندها هذه المهارة تود تعلم السباحة ولكنها ليس عندها الوقت نستخدمه كفعل مساعد ولكنه ليس فعل بل تصريف للفعل موغن في الكونيوكتيف 2 نستخدمه للتعبير عن طلباتنا أو رغباتنا بطريقة لطيفة أو محترمة أو مهذبة بخلاف الفعل فولن والذي هو أيضا من الأفعال المساعدة معناه أراد يريده الذي نستخدمه للتعبير عن رغبة حازمة أو قرار قوي يعني غالبا ما يكون الطقس عاصف أو فيه رياح كثيرة يعني الجو عاصف لهذا السبب ترتدي هايدي دائما معطفا عندما تذهب إلى الخارج رابطة من الروابط تعني لذلك أو لهذا السبب إنها تمطر لهذا السبب سوف أبقى في المنزل أنا جائع لهذا السبب سوف أطبخ شيئا ما كذلك رابطة من الروابط تعني عندما سوف أتصل بك عندما أكون في المنزل منذ خمس سنوات ونحن نسكن في هذا المنزل تستخدمها للتعبير عن المكان الذي تعيش فيه يمكنك استخدامها مع الدول مرحب رئيش في المنزل مرحب رائش في المدينة برلين تشوف أشوف أメدينة برلين مرحب رائح فيه وز في النوميناتف أو أكوزاتف في هذا المنزل في الداتف هذا المنزل جميل أحب هذا المنزل أحب هذا المنزل أعيش في هذا المنزل المنزل ليس بعيدا عن عملها من بين استخدامات الفعل لكي تصف أين يقع مكان ما أو موقعه الجغرافي هنا المنزل موقعه ليس بعيد عن عملها يعني بعيد عن حرف جرفون دائما تستخدمه بلوس داتيف إيغا دامير ملكية هي في الداتيف عندما يكون الاسم مؤنث يعني بالقرب من نحن نسكن بالقرب من المدينة الفعل نام هو فعل غير منتظم والأمر يستغرق فقط عشر دقائق الفيل دوان يعني استغرق يستغرق تستخدمه للتعبير عن مدة شيء ما أو المدة التي يستغرقها شيء ما الفيلم يستغرق ساعتين ما هي المدة التي يستغرقها الفيلم؟ تستخدمها للسؤال عن مدة شيء ما يضع المدينة في الحكومة تستخدمها للتعبير عن مدة شيء ما موسيقى